وصل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى مدينة جدة في أول زيارة رسمية إلى السعودية منذ انقطاع العلاقات بين البلدين وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا من جهة أخرى قررت دمشق إعادة فتح سفارتها في تونس وتعيين سفير على رأسها في الفترة القليلة المقبلة بعد مبادرة من الرئيس التونسي قيس سعيد استئناف العلاقات مع سوريا وتعيين سفير هناك زيارة المقداد والبيان المشترك يأتيان قبل اجتماع لدول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى الأردن ومصر والعراق يعقد يوم الجمعة المقبلة في مدينة جدة السعودية وذلك للبحث في وجهات النظر تجاه عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية بعد انقطاع منذ 2012 أقرى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بن يمين نتنياهو قراراً يمنع المستوطنين من اقتحام المسجد الأقصى المبارك في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك وعلى أن هذا القرار استضم برفض من وزراء على رأسهم إتمار بن كفير الذي وصفه بالمغلوط وسيؤدي إلى التصعيد بالتزامن قدمت نيابة الاحتلال لوائح اتهام ضد 19 شاباً فلسطينياً بينهم خمسة قاصرين بحجة الإخلال بالنظام داخل المسجد الأقصى رغم تعرضهم لاعتداء شرطة الاحتلال خلال اعتكافهم بالمصلى القبلي الأسبوع الماضي تواصل قوات الاحتلال رفضها تسليم جثماني الشهدين السعود طيطي ومحمد أبو درع الذين ارتقيا في كمين قرب قرية دير الحطب شرق نابلس مساء أمس هذه الجريمة المزدوجة ترفع إلى 100 عدد الشهداء الفلسطينيين في 100 يوم هي عمر حكومة نتنياهو شهدان في نابلس مساء أمس يرفعان عدد الشهداء منذ مطلع العام الجاري إلى 100 قد يبدو عاماً أكثر دموية من الذي سبقه بالنسبة للفلسطينيين على مدار 100 يوم لم يكتفي نتنياهو وحكومته بإعدام فلسطينياً في كل يوم بل اتسمت سلطته بمجازرة في نابلس وجنين وأريحة نتنياهو يعاني بين مطرقة بن جيفير وسموتريتش وبين المعارضة الداخلية لإدهاج حكومته وأيضاً مع الضغط الدولي الذي يطلب من الحكم الإسرائيلية تخفيف هذه الإجراءات لذلك رأينا أن نتيجة كل ذلك كان الوزيد بالدباء التي سقطت وكان الاحتيال الإسرائيلي السبب في ذلك من اقتحامات الأقصى إلى دعم المستوطنين لا يمكن الحديث عن الحكومة الحالية دون التطرق لتزمتها الديني والقومي رقعة الاعتداءات تتسع في الضفة الغربية والداخل مستوطنون يستبحون حوار ويعيثون خراباً هكذا تساند حكومة المستوطنين مستوطنيها ولكن أعتقد أن الحكومة الآن تواجه معضولة كبيرة في الزمان والمكان والنوع بحيث لا تعيب متى العملية القادمة ما حجمها مكانها وما نوعيتها وبالتالي هم مرتبكون في المنظومة الأمنية والسياسية نيتنياهو يسعى للتخلص من أزماته الداخلية عبر بوابة الفلسطينيين ويرى محللون أن استمرار استباحة الفلسطينيين تنذر بانفجار قريب ومع خمس ساحات موحدة في الضفة وغزة والقدس والداخل المحتل وشمالاً في سوريا ولبنان كلها موحدة في وجه نيتنياهو قد يؤثر الانفجار المقبل لو وقع أكثر من أي مرة سابقة من فلسطين المحتل حافظ أبو صبرى رؤيا بعد زيارة وفد سعودي لطهران وصل وفد إيراني إلى السعودية لتمهيد الطريق أمام إعادة تبادل البعثات الدبلوماسية الإيرانية بعد قطيعة دامت سبع سنوات يأتي ذلك عقب لقاء أجره وزير خارجية البلدين يوم الخميس الماضي في العاصمة الصينية بكين تعهد فيه بالعمل على تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط